أهلا بكم تتجه أنظر العالم نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمعرفة ساكن البيت الأبيض القادم والذي بدوره سيلعب دورا رئيسيا في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العديد من دول العالم لسيما دول القارة الأسيوية خاصة ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية والروسية العلاقات الأمريكية الصينية والتي شهدت حالة من الفطور بعد قيام واشنطن بإسقاط بلون حلق فوق أراضيها في يناير 2023 وضعت واشنطن أنه كان أدى التجسس الصينية بينما ردت بكين بأنه كان من طاض أبحاث مدنية للأرصاد الجوية خرج عن مساره بفعل الرياح وكانت الواقعة سببا في تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتري بلانكين إلى بكين في فبراير من نفس العام سعت الدولتان إلى إدارة المنافسة الاستراتيجية المحتدمة بينهما في ظلي تشابك علاقتهما وهو ما ترجمته اللقاءات المشتركة بين المسؤولين الصينيين والأمريكيين والزيارات المتبادلة خلال عام 2023 والتي كان أخرها لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظري الصيني شين شينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادي أبك والذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وعلى الرغم من أن الاجتماع بين الرئيسين أدى إلى بعض التقدم في عديد من القضايا لكنه لم يحل الخلافات الأساسية بينهما وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاهها الصين في عهد الرئيس الجديد اتهمت مرشحة الرئيسة الأمريكية كاملة هارس الصين بمحاولة إكبار جيرانها الأصغر على مزاعم سيادتها على مناطق في بحر الصين الجنوبي المتنازعة عليها أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب فهي تفاخر بعلاقته بالزعماء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شين شينبينغ والكورية الشمالية كيم يونغ أون حيث يعتقد ترامب بضرورة وجود هذا الاحترام المتبادل مع هذه الدول لضمان عدم تحالفها معا بقيادة الصين لتشكل تهديدا للولايات المتحدة وأكد رفضه إرسال قوات أمريكية لدعم طايوان حتى إذا احتلتها الصين كما وعد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الوردات ورسوم جمركية جديدة على أن تصل إلى 60% أو أكثر على جميع المنتجات القادمة من الصين وفيما تعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أكدت المرشحة الأمريكية هارس أنها ستواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا كما انتقدت أكثر من مرة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وتعهدت باحترام الولايات المتحدة الصارب لمتطلبات المادة الخامسة من معهدة حلف شمال الأطلنطي والمتعلقة بدفاع المتبادل أما المرشح الجمهوري ترامب فأكد أنه بإمكاني إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في ضرف 24 ساعة من خلال التوسط العقد لقاء بين زعيمي البلدين وعلى صعيد العلاقات الأمريكية مع دول الاتحاد الأوروبي فسيكون فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية له تأثيرات سلبية أكثر على الاتحاد الأوروبي مقارنة بفوز هارس وذلك بسبب دعم ترامب الصريح للحكومات الاستبدادية في أوروبا يأمل الأوروبيون خسارة المرشح الجمهوري دونالد ترامب خاصة في ظل تهديداته لأعضاء حلف شمال الأطلنطي الأوروبيين بضرورة الالتزام بتخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي لنفقات الحلف الدفاعية وأن من لن يلتزم سيفقد حماية الحلف العسكرية ويخشى قادة أوروبا أن تتحول الولايات المتحدة تحت ولاية ترامب إلى قلعة أمريكية حصينة صعب التعامل معها وعلى صعيد العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أكد ترامب أن كوريا الشمالية قوة عسكرية خطيرة للغاية ولديها قدرات نووية هائلة وقال إن كوريا الجنوبية عليها أن تدفع السمن مقابل حمايتها كما وصفها بأنها مكينة نقود أما المرشحة هاريس فأعلنت أنها ستستمر في نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمدروس والعملي تجاه بيونج يونج لكنها لن تستطيع مواصلة إهمال بايدن لانفجار الأسلحة التي تنتجه كوريا الشمالية فوق ساحات القتال الأوكرانية وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية عموما يضع ترامب جميع دول العالم بما فيها حلفاء الولايات المتحدة في خانة واحدة مثل ما فعل في فترة رئاسته حين فرض على متجات الدول الخارجية رسوما جمركية ويتعين على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين التعامل مع واشنطن الأكثر اهتماما بتبادل المصالح حيث يحتاجوا كل من كاميلا هاريس ونودل ترامب إلى حلفائه الأسيويين من أجل التصدي للصين ترجمة نانسي قنقر